بسم الله الرحمن الرحيم نستمر في شرح مقرر تقييم وتشخيص صعوبات التعلم ونبقى مع الوحدة الخامسة تقييم وتشخيص الصعوبات الإدراكية ونتناول الدرس الخامس اختبار مهارات التحليل البصري الآن يقيس هذا الاختبار مهارات بصرية حركية إدراكية تتمثل في القدرة على تحليل أنماط مرئية مؤلفة من أشكال هندسية متفاوتة في تركيبها إلى مكوناتها الجزئية والتعرف إلى الطريقة التي تنتظن فيها هذه المكونات ومحاكاتها ورسمها لتشكل الأنماط المعطى يتألف الاختبار من 18 شكلا هندسيا متنوعة ومتدرجة في تركيبها تشكل من توصيل نقاط مثبت على ريت الشكل بخطوط مستقيمة لو انتقلنا الآن لنتكلم عن تطبيق الاختبار وتصحيحه طبعا الاختبار نستطيع أن نطبقه بشكل فردي أو على مجموعات صغيرة لا يتجاوز عدد أفراد الواحدة منها عن أربع أفراد ليتمكن الفاحص من متابعتهم جميعا نتوقف عن الاستمرار في تطبيق الاختبار بعد أن يرتكب الطفل ثلاث أخطاء متتالية الآن يقوم الفاحص بملء معلومات المطلوبة عن المفحوص وموجودة على صفحة الغلاف فالآن نضع الكراس عمام المفحوص ونزود بقلم ومحا ثم نقول له أمامك مربع داخل شكل مرسوم مثلا هذا مربع الآن داخل شكل مرسوم بنقاط هذا أول شكل في الاختبار مرسوم هذا الشكل بهذا الشكل على النقاط الآن مرسوم هناك مربع أسفل منه للفاحص والمفحوص هذا إن كانت الفقرة تجريبية أما إن دخلنا فيها الاختبار فتكون فقط للمفحوص ومثبت فيها نقاط نفس النقاط الموجودة في الأعلى ويقوم الفاحص بالرسم أولا ثم يطلب من المفحوص ذلك هذا كما قلنا إن كان في الفقرات التجريبية أو في تعليمات الاختبار الآن بعد ذلك يعني بعد أن ترسم وتقول له سوريك كيف أرسم الشكل ترسمه وتقول له أرسم كما رأيتني أرسم أو أرسم واحدا مثله هنا وأشر إلى مربع المفحوص الآن أطلب منه فتح كل راسة الاختبار على الصفحة الأولى ثم أقول يوجد هنا شكل في كل مربع وتحته مربع من غير خطوط والمطلوب منك أن ترسم في هذا المربع تشير إلى المربع الخالي شكلا مثل تشير إلى المربع الخالي شكلا مثل الشكل الموجود هنا يعني المربع الموجود فوق هذا المربع ويوجد به الشكل طبعا إذا وصل الطفل إلى الفقرة العاشرة قل له من الآن وصاعدا ستلاحظ بأن بعض النقاط محذوفة من المربع والذي سترسم الشكل فيه فلا ترسم هذه النقاط ولكن تخيل أنها موجودة ورسم الخطوط كما لو أن النقاط موجودة فعليا مثلا هذا الآن الشكل لو كان من الفقرات العاشرة طبعا هذا الشكل أول شكل موجود فيه الاختبار ثم تزداد هذه الأشكال صعوبة إلى نصل إلى 18 شكلا يكون هكذا مثلا مرسوم في هذه الخطوط لكن محذوف هذا اللي هنا وهنا فالطالب الآن يرسم بهذا الشكل يتخيل أن النقاط موجودة ويرسم الآن من الفقرة 17 و18 تقول له الآن ترى أن جميع النقاط في المربع الذي سترسم فيه محذوفة لا ترسم النقاط ولكن تخيل أنها موجودة ورسم الخطوط كما لو أن النقاط موجودة فعليا يعني يكون مربع موجود بدون النقاط الآن الطفل يرسم الشكل كما لو أن النقاط موجودة يخيلها موجودة ويرسم على هذا الغرار يجب عليك أن تشجع الطفل على طي الصفحات وتعمل له ذلك بنفسك ما في مشكلة بحيث لا تظهر في الوقت الواحد إلا صفحة واحدة أمامه وتستمر في مراقبة أداؤه طبعا دائما أبقى أشكر المفحوص سواء أتم الاختبار حتى نهايته أو سحبته منه بلطف ودون إثارة مشارع الإحباط لدى المفحوص بعد ثلاث أخطاء متالية كما قلنا سابقا طبعا تعليمات التصحيح تعد إجابة الطفل الصحيحة إذا توافر في الشكل الذي رسمه العدد الصحيح من الخطوط يعني هذا الآن كم عدد الصحيح من الخطوط؟ خطين إذا رسم الآن خطين هذا صح لكن إذا رسم الطفل بهذا الشكل رسم هذا الشكل هكذا مثلا هذا خط واحد ليس بخطين كما موجود في الشكل وأيضا الخطوط يعني يجب تماثم مع النقاط لا يحسب أساسيا لصحة العلامة لكن الآن الشكل يأخذ خطأ إذا حذف الطفل منه كما قلنا أو أضاف إليه بعض الخطوط يعني مثلا وضعه هكذا هذا الشكل مثلا وضعه بهذا الشكل هكذا مثلا هذا خطأ أضاف له خط ثالث وأيضا إذا كانت الخطوط تصل بين النقاط الخطأ مثلا هكذا كانت النقاط على هذا الشكل مثلا ووصل هكذا هذا خطأ بين نقاط ليست كما النقاط الموجودة في الشكل الأساسي الآن يعني نحسب الإجابة صحيحة إذا كانت يعني كما الشروط التي ذكرتها سابقا وتكون خطأ حسب الشروط أيضا التي ذكرت الآن العلامة الكلية فيها الاختبار تكون هي مجموعة النقاط المتحققة على الأشكال التي رسمها الطفل رسما صحيحا هناك الآن عدد من الجداول التي تفسر هذا الاختبار هذا الجدول مثلا علامة التقدير الوصفي للآداء ومدى العلامة التائية المناظرة وهذه تكون مشتقة من بيانات التقنين وتأخذ كل معنى يصف أداء الطفل على النحو التالي مستوى النظر الجيد مستوى المهارة فوق المتوسط مستوى المهارة متوسط ودون المتوسط وعدم التلاؤم كما نرى الآن هذا الآن المربع العلامات الخام المناظرة العامة التقدير الوصفي للآداء لو كان عمر الطفل مثلا 9 سنوات وحصل على العلامة 6 نرى الآن الطفل عمره 9 سنوات و6 تكون بين السبع والثمانية إذن هو حصل على سالب واحد لو عدنا إلى التائية لنرى سالب واحد يكون الطفل مستوى المهارة دون المتوسط ترجمة نانسي قنقر